وعايز اقول ان انا بس الفترة اللي فاتت دي كان عندي اتحدي رهيب في صناعة المزيجة لان كنا بنمر بحقبة مش عايز اقول مش حلوة لان الموسيقى ازواء فيه ناس بتحب الموسيقى اللي كان موجودة فما ينفعش ان انت تنفيهم يعني بس هي ما كانتش بتمثل مصر يعني بشكل جيد صحيح فبالتالي قفلت على نفس السنة او سنتين او ثلاثة كتير يعني يعني انت اكتأبت من الموسيقى اللي هي مش شبهنا زي ما تقول لا لا ما اكتأبتش ما درست يعني حولت ان انا اوصل للزوء العامل ليه حصل ليه حصل كده اكتشفت طبعا ان الناس عايزة ترقص ناس عايزة تنفرح ناس عايزة تنفرح وبالنسبة بقى لي انا الناس ما شافتنيش بطبيعتي دايما كانوا بشوفوني اونا بقى تخانق يطلع الموزيع يتكلم علي عن مشاكلك مع افلان مشاكلك مع افلان فما حد شاف عمر مصطفى الطبيعي فكل الناس كانت بتشوفني وانا بقى تخاني وانا بقى اتكلم عن مشكلتي مع الفلان الفلاني وفي الاخر هما كانوا بيضربوني من تحت وانا اللي بطلع وحش قدام الناس لان هما مش شايفين الحائلة وكان فيه اهدار لطاقتك الفنية لانه لا يمكنك لعادك طاقة فنية حلوة طبعا طبعا واهدرتها في السنين اللي فاتت دي كلها بس الحمد لله وصلت لمرحلة المضوج الفني عارفت انا عايز ايه عادة في ايه نفسي اعمل ايه لبلدي قبل ما اكون هعمل العمر لان في الاخر المصطفى دي لما انا هتوارها وحغير الشكل بتاعها كتير اوه هيمش ورا فتمام الحمد لله صحية